بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم معنا ان شاء الله تعودوا لباس تعودوا في صحة جيدة نقول لكم ماذا بيه تشوفوا معي الوصفة هذي هح نديروا البيتزا كما البيتزا عادية بالصحة تجي مغطية هكا البيتزا بالايطالية معنتها شوصون جي بيزا شوصون تجي هكا نصف دائرة ان شاء الله ما فيها والو عادية يعني عنا ملعقة سكر بيتزا ما معروفة الإيطالية ما تجي فيها والو يعني بعد يعني عاد تجي فيها إضافات بزاف تولي كل بريوش انا منحبها عادية عنا مغرف سكر ملعقتين خامرة فورية عندنا ملعقة ملح كل كيلو ملح كيلو غرام منديرو العشرين غرام ملح عنا ملعقة خل باش تسرع لي بركع الحل بارد وعندي شوية زعطر يعطيها بنا وريحة وعنك كاس حليب دافي فقط تقدروا تديرو غير ماء مش ضروري تسلح نورمال وكاس ما دافي يسمى 500 مليلتر سواء تقريبا يعني في الكيلو غرام سميد الفارينة بالصحة راح نديرو على حسب الطاحين راح نديرو ونشوفو عندي هذا الكاس يوز ان كيما الكاس هذا راح ندير اكثر من نصف تقريبا زيت وعننا وحدة غر طبيعي وشوية خامرة كيميائية فقط تقدروا تستغنو عليها انا بركع باش نسرع شوية العملية وتجيني نوعية ملحة العجين فقط وكيلو غرام طاحين بالطبع فارينة ملحة العجين نبدأ في التحضير نحن عندي طاحين راح ندير فيه باش ما نديروش مواعين بزيف راح ندير فيه الخامرة ونحط معها السكر ونحطوا الماء شوية مادة في طبع الماء احسن ما تديرو الحليم مع الخامرة يسر عليها للتخمر خلطوا معها شوية فارينة ونخليوها ثمانية دقائق مهم تتفاعل ثمانية دقائق اقل لخمسة على حسب ونرجع عليكم ان شاء الله لا نديروش المواعين بزيف كما هكا هاي تخمرت الخامرة ونحطيناها مع السكر راح نزيدو المواد الاخرين نزيدو الزيت يعني تقدروا تحطوه تقدروا مبعد كي تعجنو كما تحبوها ندير هكبان سهل يعني العملية نديرو مراحل بزيف يعني البيتزا نورمال مشكي البريوش والحواجه تتحافظوا على المراحل والبريوش يحبوا باش يطلعوا خفاف بزيف يعني بكري ما تحبش يعني هذه طعفوها يعني البيتزا مش راح تحب تطلع بزيف راح نزيد ملعقة خاميرة فورية عفوا كيميائية كيميائية خميرة هذه الخبز هذه لوفا شيميك هذه لوفير هذه هي لوفا نضيف نضيف الزعط نضيفه بنادينا كما هكا نضيفه 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 كما تحتاج العجن يعني بزيف نضيفه راح نبدأ في إضافة الحليب وكمه إضافة حليب وليليب قدرت كاستل الحليب وكاستل مهذاك كامل راح نزيد الملح ملح ما تخلطوش مع الخميرة نضيفه نضيفه تضيفه هنا العجينة تضيفه تضيفه نضيفه تضيفه تضيفه 10 دقائق وتضيفه و تضيفه نضيفه و نضيفه أجل زوز كيسان كما كوزت قليلا و حليب و لم يجب أكل مهم على حساب الطحين نكملها و نجعلها تخمر نص عام و نقول لكم باش باش من كملوش و باش من ضيعوش الوقت أنا راح نخليها تعجن و خلاص راح نقول لكم بالعجينا خليوها تعجن في سرعة هادئ اخر بالعقيلة باش جيكم نتائج مليحة و خلاص حبيت نقول لكم مكلا تزيدوا البيتزا تزيدوا لها الزبدة و راح تحولوها العجين تبريوش و كي تزول الكعبة تعكم تهبط هكا كان يعني اللي شتوها هكا هنا سرتو في الجزائر بصحية يعني في الحقيقة البيتزا الحقيقية كتمسكي الكعبة جي واقفة هكما مكلا يعني تخسروا راحكم خميرة و ملح و شوي زيت و شوي أورت و لا مكلا هذاني لا يورت مهم جيكم هاي لا هاي العجينة تعنا طلعت راحنا نهبطوها 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 مديروها شجارية اخلا و مديروها شيابسة اخلا مديروها بركها عجينة بيزا جي حاك ما روحها طرية في نفس الوقت راح نهبطها خلاص نحيت لها لقاب حطوها فوق رخامة راح نقسمها رخامة طبعا نضيفها جريتها بالجفال ديرو نقسموها دي بول لا حسبوش حابين الحجم تاع البيتزا اللي تديرو منديرها شكبيرة بزافة انا راح نديرها اه متوسطة الحجم يعني دوائر نكمل نديرهم كل قد بعضاهم هكا في الحجم و نوليليكم ان شاء الله نديرهم يطلعوا شوية كما هكا يطلعوا نديرهم ديبولات كما هكا و خليوهم يطلعوا في السينية مدهونة بالزيت ها هي ديرهم هكا كما هكا خليوهم يطلعوا ربع ساعة او لا يرتاحوا يعني موش يطلعوا و نكملوا ان شاء الله العملية كما هكا باش ما نبطوش و خلق هم بيتزد تعنا حتينا هم يغطيوهم لازم تغطيوهم هكا و تخليوهم يرتاحوا باش ما يديرو لكم شقيشرة من الفوق تبسلكم هنا باش نصفروا و الوجه درت شوية طعمات مصبرة ملعقة صغيرة و شوية حليب و راح نزيد لها بيضة و شوية تاكركم باش تعطيني لون جميل اصفر تحبو تديروا بيضة عادي نورمال و راح نزيد لها شوية السكر و ملح شوية ملح و شوية سكر الملح و السكر كتديروه مع بعض الوجه ما يتحرق لكم و راح نزيد لها شوية زيت و راح نزيد لها شوية زيت باش يعطينا لماعان خلطوهم خلطوهم و خليوهم دارت طلعت شوية راح نطرحوها هاني طرحتها راح نحط صلصة طماطم تعرفوا تديروها ولا بغيتوا تديركم الصلصة تاعي ما تكفروش بزاف قولوا لي في التعليقات نديرها لكم ما تكفروش باش ما تخرجناش نقص شوية حطينا السلصة راح نحط شوية دجاج قليته مع الثوم وتوابل تدجاج و كل شوية تحبوا يعني تديرو تحطوا شوية تقدروا تديرو الحمى مفروم تقدروا تديرو الطونة تقدروا ما تديروش خلاء غير طماطم و أجبال تقدروا تديرو غير طماطم و زيتو كما تحبوا يعني هكا باش تغديو تعشي ولادك المهم ماش شرطة ما تكونش حاجة ما تديروش حاجة ذيك ما تقيدوش رواحكم حاجة اللي تكون ديروها باش هكا ما تصعبوش الأمور على روحكم راح نزيد لها شوية زيتون سود راح نزيد شوية زيتون أخضر هذي يعني الحشوة يعني كما تحبوها شو متوفر عندكم راح نزيد لها شوية جوبن هذا مبشور ونزيد لها شوية تاع جوبن الأخر زيد لها جوبن قطع أنا أولادي يحبو الأجبان نحاول ديما نحيلهم ما قدرتش حاجة ما يعودش فيها الجوبن يعني هو مليحلهم صغار يعني كالسيوم نزيد ثاني الأخر راح نزيد لها جوبن هذا تال قطع تالي ساندويتش كما هكا كما هكا بهذوب ورح نزيد شوية مع الحواف للبيتزا كما هكا كما هكا كما هكا سوف نقفلها كما هكا لا تريدون أن تقفلها كبيرة لا تقفلها نظركم فيها مليح سوف نقفلها سوف نقفلها راح نقطع راح نقطع ذيروا كما هكا بهذوب شكل تاحها مليح نقفلها كما هكا نقفلها اكتش لذيك هكا نقفلها 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 لذيك نقفلها شوكة كما هكا تقدروا تديروا بالشوكة هكا تقدروا تديروا هذا الرسمة قلت الرسمة النقشة هذي المعروفة تاع سوفلي وتاع هكا سهلة دوروا هكا تبرموا كما هكا لكي تعطيكم الشكل جمالي مليح كما هكا هكا سهلة مهلة كما هكا يعني هي صعبة توجدي برك الحشوة وتوجدي العجينة خلاص سهلة وفي نفس الوقت فيها مراحل برك انا راح نكمل كما هكا نهزوا البيتزا تقنق ونضعها هنا يدهنته يعني هو ميرسق بالصحة العبدي خاف يزيد ثبت خير هكا نضيف حتياته ونضيف حتياته ونضيف حتياته ونضيف حتياته كما هكا ونضيف حتياته ونضيف حتياته سنحيان ونضيف حتياته ونضيفه ونضيف حتياته ونضيف حتياته زيتون زيتون جبن جبن مبشور جبن ساندويتش تقدروا فلفل حولوا ليحبوا يعني فطر زيتون نقفلوها نديروا شوية ما سيد نقفلوها نفس العملية كل مرة الأولى نقصوها ثبتوا لأجل حولوا نفتحها ونقفلوا نفس الشيء كما قدرنا قبيلا هكا أنا نكمل باش ما نضيعوش الوقت كي تاخد مو دوروها ليكم هكا كما تجيكم بسوجها زيت ما قلت لكم شدقبوها هكا باش تخرجوا الهوالي فيها هكا لعمود هي الاخرى تاعنا بالبيتزة ولكن نضعوها طيفة في درجة حرارة مرتفعة شوية عنكم تحرق تجبع نقصوها شوي هذه البيتزة تحب الحرارة مرتفعة هذه تحركوا بشيطة طرياء نضعها و نناقصات تريكم يابسة حاولوا الطفذر ونعطها لكم ان شاء الله فرفي اللي تحت شويه ماشي بفوق خلاء وماشي تحت خلاء اخلاط الفرن تأخذ صد موي كما تحبوا هذه الكتزة جديدة ان شاء الله تعجبكم نحللكم تشوفوا سخونة هذه مقادر بسيطة تحبوا تزيدوا فيها البيب ضبر ورسكم وشيل ماء حسابكم تزيدوا البيب هذه شهية طيبة ان شاء الله تعجبكم تقدروا تديرها ثانية عادي مدورة وهابقوا على خير صحة صحة شاية طيبة وخلاص